اشتركوا في القناة وقد زاد عدد تلك الصواريخ عن 300 صاروخ منوها إلى أن تلك الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تسعى إلى إطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني من جانبه قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين في كلمته إن هذا الاجتماعي تطلب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن اعتداءات تلك الميليشيات الإجرامية ترجمة نانسي قنقر